السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ابراهيم ابو زيد النهاردة ان شاء الله هتكلم معكم في موضوع مهم عن فيتامين دال ونقص فيتامين دال في الجسم وإيه المشاكل اللي ممكن يعملها لي فيتامين دال نقص فيتامين دال في جسم فيتامين دال ده عبارة عن فيتامين موجود في الدهون بتاعت الجسم قابلة للزوابان وبيتم تحفيزه في الجسم عن طريقة شعة الشمس الفوق بنفسجية ودوره مهم جدا في جسم الانسان في صحة وتغذية الاجهزة المسؤول عن اعضاء اجهزة الاعضاء ومهم طبعا في سلامة وصحة العظام ومنع حشاشتها بنسبة خمسين في المية من سكان العالم بيعانوا بنقص فيتامين دال وبيصيب الناس اللي هي كبيرة في السن وبيصيب الناس اللي هي عندها فرط في السن ازاي اعرف ان انا عندي نقص فيتامين دال ما ينفعش ان انا مثلا يكون عندي وجع في العظم او في الاطراف او زغلالة او دوخة واقول لان انا عندي نقص فيتامين دال واروح اخد ديفرول او اي حاجة فيها فيتامين دال او فيتروب او اي حاجة فيها فيتامين دال من نفسي لا طبعا فيتامين دال دوت ليه نسبة معينة في الجسم ماينفعش ان انا اتخطيره وماينفعش ان انا ارفعه او اتجهله او او اعرف ان انا عندي نقص فيتامين دال اقول لا خلاص اعتمد على الاكل او الاكلات اللي فيها فيتامين دال لا لازما اتعالي لان مشاكله كتيرة وطبعا بيأثر على العظم وبيعمل هشاشة في العظم واعراضه مش معروفة يعني ما قدرش ان انا يبقى عندي اعراض اشتكي من حاجة واقول ان انا عندي نقص فيتامين دال طب ازاي اعرفه لو انت شاكك مثلا ان انت في نقص فيتامين دال بروح اتعالج او بروح لطبيب يعالجني يطلب مني تحليل التحليل دوت يبين له النسبة اللي موجودة في التحليل هي اللي بتقدر يحدد الطبيب ايه العلاج المطلوب وايه الجرعة المزبوطة او المناسبة اللي انا ارفع فيها فيتامين دال ووقف عن دال ومنزلش عن نقص ومنزلش عن فيتامين دال في جسمي طيب انا دلوقتي عملت التحليل طلع عندي في التحليل اقل من 25 نانو مول لكل لتر بيتطر الطبيب دلوقتي يكتب لي العلاج بتاعي تمام جمش عليه لو انا نسبتي من 25 ل 50 نانو مول لكل لتر بيتطر طبعا الطبيب بيكتب لي برضو حاجات بس بزاي النسبة اللي هي اقل من 25 طيب لو النسبة من لو النسبة اكتر من 50 نانو مول باضطر ان انا طبيب بيمشيني على الاكلات اللي فيها فيتامين دال وان انا ما نزلش عن النسبة دي او ازيد او ان انا بقى هي النسبة عندي ازيل من 50 اقول لا ده انا هاخد دي فارول تاني واخد مقلع ما ينفعش ان انا زود باضطر بقى حافظ ان انا النسبة دي ما تنزلش الاكلات اللي موجود فيها فيتامين دال ما ينفعش ان انا برضو يكون عندي عارفت ان انا عندي نقص فيتامين دال واقول لا انا مش هاخد العلاج انا هامشي على الاكلات لا ما ينفعش لان الاكلات اللي فيها فيتامين دال بتبقى بنسبة ضئيلة يعني مش بنسبة كبيرة ان اتعوضني النسبة النقص النسبة اللي عندي في فيتامين دال في الجسم لا لازم ان امشي على العلاج بتاعي لو انا النسبتي تحتاج امشي على مكملات غذائية يبقى لازم انا امشي على مكملات غذائية لو انا نسبتي ما تحتاجش الطبيب محدد لان انا امشي على الاكلات اللي فيها فيتامين دال بتبقى خلاص يبقى انا نسبتي كويسة ما ينفعش انزل عن النسبة بتاع مقص فيتامين دال طيب ايه الاكلات اللي موجود مثلا فيها فيتامين دال الاكلات اللي موجود فيها فيتامين دال زي السلمون المبوخ صفار البيض الحليب بنسبة 2% الفطر الابيض المعرض لاشعة الشمس الفوق منفسجية طبعا الاساس بماك اللي هي الزيتية او زيت كبد السماء طبعا بالنسبة للناس اللي عندها نقص فيتامين دال واكتشفت كده طبعا الطبيب المعالج بيتطر يديها حاجة فيها كالسام لان طبعا النقص دوت نقص فيتامين دال بيعمل لي تأثيره على العضل ويعمل لي هشاشة فبيضطر الطبيب بيكتب لي حاجة فيها كالسام وامش عاجة بيصيب السيدات واعراضه بتظهر على السيدات اكتر من الرجال وبيظهر في صورة اجتهاب والحالة المزاجية بتاعت السيدات وتغير الهرمونات وطبعا من خلال هذه الاعراض بعرف ان ممكن يكون السبب دوت نقص فيتامين دال وباضطر اتعالج منه وامشي على العلاج بتاعي لفترة معينة طب ايه هي الفترة اللي انا هتعالج فيها وان انا هاخد فيها المكملات الغذائية اللي فيها فيتامين دال الطبيب بيحددلي لو انا عندي نقص فيتامين دال ستلاف وحدة دولية كل يوم لمدة 8 اسابيع او خمسين الف وحدة دولية كل اسبوع لمدة 8 اسابيع وطبعا بعد ما اخلص الفترة بتاعتي ماضطر اعمل تحليل عشان اشوف المسبة بتاعتي وصلت كام تمام الحمد لله وصلت للمسبة المطلوبة خلاص ما انا كده الحمد لله بايت كويس واشوفكم في حلقة جديدة في موضوع مهم برضو انتظروني وعملوا اشتراك على قناتي ابراهيم ابو زين شكرا والسلام عليكم ورحمة البركاته